السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو الصوت تمام ممكن بس اي حد يكتب كومنت احنا البس ده تلعينه من يعني في ثلاث منصات على اليوتيوب وعلى لينكد ان وعلى الفيسبوك فلو الصوت تمام بس ممكن حد يكتب للي معرفنيش انا اسمي سعيري الشايب انا ودكتور محمد عبد الفتاح مؤسسين بيت المهندسين ويعني ان شاء الله النهاردة هكون معاكم هنعمل سريع كده عن بيت المهندسين اصلا بيقدم دورات ايه بلوس هنعمل اعلان عن اسماء الفائزين بكورس مجانا فلو الصوت تمام بس ياريت حد يكتب لنا مجانا 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 ان احنا نعمل 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 انشاء مجانا 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 فالشغل الخاص بالتكيف الشغل الخاص بالغليات وتسخين المية والشغل حمامات السباحة الصرف الصحي وتغذية المية للمباني لو عندنا مبنى هنعمله نظام ادفاق كل الكلام ده بيندرج تحت مجال الامي اي بي بس ده شغل مهندسين ميكانيك حرف ال اي اللي هو الالكتريكل ده شغل مهندسين كهرباء تمام طيب احنا اما كنا بنيجي نعمل تصميمات او اي حد بيعمل تصميم لاي مشروع اي مشروع كان زمان خالص الناس بترسم بمسطرة حرف تي وانا يكون عندي مشروع زي مثلا مشروع الحرم المكي او اي مشروع ضخم بتلاقي الافات المهندسين شغلين في المشروع وتعالى بقى اعمل تعديل صغير في المشروع ان مثلا شباك كان موجود مرسوم وانا قلناه من مكانه محتاج بقى تعمل تعديل في كل اللوحات دي تمسح الشباك ده وتعدله في كل الرسومات اللي ظهر فيها الشباك ده طيب اما العلم تقدم شوية ظهرت برامج زي الاوتوكاد اللي هي اوتوكاد اللي هي اختصار لكمبيوتر ايدت ديزاين لما ظهر برامج زي البرامج اللي هي معتمدة على الكمبيوتر بدأ الرسم يبقى سهل والتنسيق ما بين القطاعات المختلفة في مشاريع المهندسين العمارة والمدني والميكانيكا والكهرباء اصبح التنسيق اسهل وكل الشغل اللي بنعمله على الكمبيوتر بس استيل ما فيش ربط ما بين كل المشاريع ديت او كل اللوحات دي مهندس العمارة بيرسام لي اللوحة على الاوتوكاد ويجي يديني اللوحة مهندس المدني يعمل شغله ويجي مهندس ميكانيكا ياخد اللوحات ويبدأ يعمل تصميم للسيستم اللي هو هيشتغل عليه سيستم تكييف بقى سيستم حريق وتفر ايه السيستم اللي هيشتغل عليه يبدأ يعمل تصميم للرسمة ديت على الاوتوكاد طيب هات لوحة اوتوكاد مرسومة وحصل لأي سبب ما الرسمة المعمارية تغيرت او انت رسمت سيستم الحريق يعني عملت مواسير بتاع مكافحة الحريق اللي هي يعني لو حد بيسمعني مش داخل في المجال اللي ببساطة جديدة لو روحت اي جراج بتاع مبنى زي المولات التجارية او شركة او مطعم كبير بتلاقي فوق راسك كده في مواسير لونها احمر وفيها سبرينكلرز او الرشاشات اللي هي لما بيحصل حريق بتدرب وتنزل مية او المواسير الصرف الصحي مثلا لو احنا في المواسير تظهر او جراج او حاجة تعال هاد مثلا لوحة الاتوكاد اللي مرسوم فيها الحريق والصحي والتكييف وكل برانش مرسوم لوحده المفروض بنعمل كوردينيشن ما بين الرسومات دي كلها بنعمل نشوف مفيش تعارضات يعني مفيش مثلا مصورة حريق تخش جوا دكت تكييف لو حصل ان احنا ما عملناش كوردينيشن بشكل مظبوط هنروح اثناء التنفيذ نلاقي ان انا على حسب اللوحات اللي معايا هنفذ سيستم التكييف الاقي فيه تعارض ما بينه وما بين الفايرفايت ودي رسمة او صورة كنت انا نزلتها على البروفايل عندي وطلبت من الناس يعني بقول لهم الصورة دي فيها مشكلة وحقيقة ناس كتير ردت تعليقات كتير على الرسمة زي هنشوفها حالا دوقتي مع بعض من تحت شوية من تحت شوية الرسمة دي الرسمة دي ده كان في مول تجاري يعني وصورته طبعا الرسمة دي ما فيهاش كوردينيشن بربع جنيز المؤسير مرسومة كل ماشي في اتجاه زي ما هو عايز في حاجات عاملة تعرضات الميول مش محسوبة في السيستمز كلها تقريبا الرشات الحريق نفسها الكوفر بتاعها اللي هو الحماية دي على الرشاش الحريق ده بقى فيه جزازة كده لما يحصل حريق السائل اللي جواها يتمدد فتدرب فالمية تنزل على المكان يعني فده ما كان الكوفر ده المفروض بيتشال بعد ما نتسألم السيستم يعني كان محطوط زي ما هو ما تشالش وهتلاقوا كومنت من ناس كتير يعني عندي على البروفايل في linkedin كله عامل تعليقات والرسمة كلها اخطاء عشان نتلافى الاخطاء دي في رسمة زي دي او في مشروع زي ده بنبدأ بقى نشتغل ببرنامج زي برنامج الريفت برنامج الريفت من البرامج الحقيقة اللي هي طفرة وفيه ناس كتير بتخلط ما بينه وما بين البيم يعني يقول مثلا انا مهندس بيم كونسلتنت او بيم سبيشياليست او ووهو بيعرف ريفت بس بالرامج الريفت هو احد الادوات المستخدمة في البيم او في علم البيم لكن مش هو علم البيم اللي هو الريفت باقتصار بيعمل ايه؟ الريفت بيعمل سيستم زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده سيدي دي سلاسي الابعاد وبنحط خواص كل ايتم في المشروع يعني لو عندي حوائط ببقى عارف الليرز بتاعتها بالعزل بتاعها الحوائط مكونة من ايه؟ عندنا شغل انشاء اعمدة وتسليح موجود جوا الريفت هنعمل احنا السيستم بتاعنا سواء او فاور او بلامينج او مهندسين الكهرباء هيرسموا سيستم الالكتريكل كل السيستمز دي بتقمعي في مشروع واحد فيبقى انا دلوقتي عشان ادخل مجال البيم محتاج اتعلم الادوات بتاعته اللي هي من اهمها الريفت دميل؟ طيب انا عندي الريفت لو شفناه كده سريعا احنا هندرس ايه مع بعض في الكورس الحقيقة في ناس اشتركوا معي في المسابقة دي ان هم يحصلوا على الريفت كورش الريفت فاميلي وهم اصلا بيعرفوا ريفت خلاص طيب في ناس حديث تخرج او طلبة وعملوا كومنت عندي على البروفايل على البوست اللي هي بتاع المسابقة يعني تمام؟ وعايزين يشتركوا بس هم طلبة فعشان كده هندرس مع بعض الاول الريفت وحتى لو انت خبرة في الريفت فانت لو فوست معي النهاردة او يعني اسمك جي في الصحب هتدرس الاول كورس الريفت معنا وبعد كده هتدخل على كورس الريفت فاميلي طيب احنا عندنا هنا في ناس كتير عملوا تعليقات على البوست وعملوا الشروط بتاعته ان هما يعمل منشن لحد من اصحابه زي بس المشمهندس محمود احمد يعمل منشن لاصحابه ده كان الشرط الوحيد وان انت تعمل لي فولو على ال لينكد اين او وتيفر وده كان حاجة اختيارية اصلا يعني فاي حد هيظهر اسمه النهاردة في الصحب هيستفيد الحقيقة كورس الريفت م اي بي وكورس الريفت فاميلي يبا هيتعلم زي يعمل ببرنامج الريفت هيتعلم معي الاول برنامج الريفت وبعد كده هيبدأ يدرس معنا كورس الريفت اي الدراسة مش هتكون منعزلة عن الواقع يعني او مش هتكون انت في جزيرة منعزلة لوحدك احنا عندنا هنا في بيت المهندسين لما بنيجي ندرس كورس اي كورس عندنا بتلاقي فيه سيكشن خاص به يعني انت وانت بتدرس انت مش بتتفرج على فيديو وخلاص انت معنا المحاضر اللي عامل الكورس او فريق الدعم الفني لما بتيجي بتكتب تعليق بنرد عليك في حاجة مش فهمها بنوضحها لك فانت في حقيقة الامر اما بتيجي تدرس معنا انت مش بتدرس في جزيرة منعزلة انت لا انت بتدرس معنا بتسمع الدرس كويس بتبدأ تكتب تعليقك عندك حاجة مش واضحة بنبدأ نوضحها لك في الكومنت وفي كتير من الكورسات بيطلب تاسك يعني مثلا انت ده تدرس معي كورس الريفل هتلاقييني بقولك طيب ارسم التاسك ده وتبعته لي على الايميل للمراجعة او ان احنا هنعمل جروب تليجرام او وتيفر ونبدأ نتواصل مع بعض عليه من خلال الدراسة جوه الكورس طيب انت ازاي تعرف الابديت بتاعنا باستمرار تتابعنا على قنوات التواصل الاجتماعي بتاعتنا او وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا يعني انت عايز تعرف ببات المهندسين امتا بيعمل منها عايز تعرف سعيد الشاي بامتا بيعلن عن كورس مجاني تابعني على البروفايل بتاعي الناس اللي هتشترك معنا في الكورس او هتحصل على الكورسات دي مجانا احنا في جروب الجروب دوت لو دخلت على البروفايل بتاعي انا على البروفايل بتاعي سهل جدا يعني سعيد الشعيب على طول وعلى كل المنصات يعني فيسبوك انستجرام كله بنفس الاسم هسيبوا برضو في الكومنتس دلوقتي على اللايف شايت دوت هتعمل لي متابعة في جروب انا عامل اعمل له بوست الجروب ده هيبقى فيه كل الابديتس بتاعتنا الجروب ده في الابديتس بتاعتنا يعني ايه؟ يعني مثلا انت اشتركت معي في الكورس الريفيد هتلاقيني في الكورس بطلب منك تسك ان انت تعمله الشير على بروفايلك على لينكد ان والتسك اللي بتطلب دي انت هتبقى تقولي على الايميل يتراجع وفي نفس وقت هتعمله الشير على لينكد ان وانس ان انا قلتلك ان تمام رسمك مضبوط السيستم تمام بتعمله بابلش على البروفايل بتاعك ففي دلوقتي اه في دلوقتي دايما هتلاقي ان احنا عندنا اه طلبات اسناء الكورس بتتنفذ عشان تبدأ تكمل معنا للمراحل اللي بعدها طيب يبقى احنا هنبدأ الاول بكورس الريفيد هندرسه مع بعض هنطلب منك طلبات هتنفذه تخش في المرحلة اللي بعدها طيب احنا دلوقتي اه اعلننا او قلت ان انا هاختر عشرة اسماء العشرة اسماء دول هيدرسه معايا كورس الريفيد طيب اللي مايعرفش الريفيد خليني كده اه اوريك حاجة ظريفة ده برنامج ريفيد عندي هيظهر دلوقتي على الشاشة عندنا اللي بالطقاء الاعداد شكرا واح ابعاد ând期 اشترك ا JacBER اشترك طيب ده مشروع عندنا هو سامبل فايل موجود في الريفت اصدار عشرين خمسة وعشرين عندنا مرسوم سيستمز مختلفة مثلا ده في اي في بوكس بنعلم على الاكوب منت عندي بيجيب لي اودات هيت ريكوفر يونيت فبيجيب لي اليونيت ديت عبارة عن ايه هلاقي عندي السيستم كل حاجة فيه ظهرة مرسومة قدامي سلسية الابعد فما يبقاش فيه فرصة ان يحصل تعارض في ارض الواقع يبقى احنا دلوقتي بنيجي على برنامج الريفت بنرسم كل ايتم بالابعد بتاعته الحقيقية بارتفاعاته عن الارض بشكله الحقيقي بالكونيكشنز بتاعته بنلاقي مسلا معي اني مهندس الحريق مسلا او مهندس الكهرباء حاطت هنا الانارة مسلا حاطت الانارة حاطت اه في عندي بايبس مسلا ماشية او كان دويتس بتاعت كهرباء او عندي مسلا شغل البلومينج ظاهر قدامي فبتلاقي كل موجودة في نفس الموديل فلما اجي اروح في ارض الواقع ملقيش ان السيستم فيها تعارضات ملقيش ان في حاجة اه مسلا بايب دخلها في نص عمود مسلا عمود خرصانة فما نلاقيش الكنام ده خلص احنا هندرس مع بعض ان شاء الله هنعرف ازاي اني قدر نعمل موديل والموديل اللي انت شايفه قدامك ميخدكش يعني نحسش الموديل ضخم اي موديل كبير هو عبارة عن ايتمز صغيرة فاحنا هندرس مع بعض ده ان شاء الله بترتيب لو انت راجل خبرة في الريفت خد الكورس وطبق التاسكس بتاعته عشان تقدر تخش في المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة الريفت فاميلي ايه بقى مرحلة الريفت فاميلي انا انا عندي بوكس زي دوت او فاميلي زي دجت الفاميلي دي بيتعبر عن ايتم هو موجود في حقيقة الامر احنا هنروح نشتريه من المورد عشان نركبه في الموقع فيه بعض الاحيان ما بلاقيش الايتمز ديت الرسمة بتاعتها اللي هي سلاسية الابعاد اللي هي الفاميلي ما بلاقيهاش موجودة عندي على اي ويب سايت مثلا ان انا حملها ولا عند المورد نفسه بيقى مطلوب مني ايه مطلوب مني انا هنعمل لها كرية انشئها من الصفر فلو علمت على اي فاميلي عندي في المشروع بلاقي عندي حاجة اسمها ايدت فاميلي هنخش هنا على الفاميلي اديتور والناس اللي اشتغلت على برامج زي برنامج او برامج او برامج او اي حاجة خاصة بكاتيا برنامج فاتيا او كده بيلاقي الرسم ده بالنسبة له وسهل ليه لانه عبارة عن بوكس ونعمل له اكسترود بعد كده نعمل كونيكشنز فيه والكلام ده وهندرس الكلام ده كله بشكل مفصل ان شاء الله اسناء الكورس طيب انا مش هطور عليه بكتر من كده احنا هنعمل ايه احنا عاملين شيت اكسيل حاصر في كل المهندسين اللي عملوا الشروط بتاعة البوست اللي هعمله دلوقتي ان انا هفتح شيت الاكسيل سريعا نافل بقى الريفت هعمل شير معكو لشيت الاكسيل احنا عملنا هنا حاصر بي المهندسين يعني اللي طبقوا الشروط او عملوا تعليق بصفة عامة يعني حصر بي المهندسين احنا عملنا هنا حصر بي المهندسين طيب ده شيط الاكسل بتاعنا. احنا هنا عملنا حصر بكل المهندسين اللي عمله تعليق. خدنا الاسم واليقرق اللي بتاع البروفيل وهل هو عمل منشن لاصحابه ولا لا. يعني انا لقيت مثلا بعض الناس عملت كومنت بيقولي لايك. لما انا حاطت الشروط ان انت تعمل منشن لاصحابه. فهو ما عملش. فاحنا الحقيقة لو عملنا للسحب دلوقتي وطلع اسمه موجود بس ما عملش منشن لحد. يبقى هو كده ما فاز معنا يعني فيش فوز يعني. فاسمه حتى لو ظهر هو مش هيحصل على الكورسات. ولو حد مثلا شايف ان هو لا اعمل منشن واسمه ظهر بس ما خدش الكورس او اي حاجة يعني. تقدر تابعتلي على ال Linkin وهو رد عليك ان شاء الله يعني. فاحنا هنا عاملين حاصر بكل الناس. كل المهندسين اللي عملوا تعليق على البوست. العدد هو متين تسعة وستين مهندس عمل تعليق. فانا عشان اعمل دلوقتي اختيار لعشرة. هعمل حركة زريفة جدا يعني هتعجبكم. هدخل هنا. طبعا انا الكومنت ها انا زهرتها دلوقتي على رابط ال اكسل اللي هوت. تمام. انا دلوقتي عندي عايز بقي اختار من الاسماء ديت. هعمل حركة زريفة اوه. هتعجبكم يعني. انا هفتح هنا. تمام? وهعمل ابلود. آآ لملف الاكسل. وهخليه هو يختار لي الاسماء من ملف الاكسل. آآ راندم. تمام? يلا نشوفه مع بعض. وآآ يبقى انا كده ما ليش يدخل خالص في الاختيار يعني. هعمل هنا شير سكرين تاني دي معاكم. انا هفتح هنا الشات جي بي تي. تمام? وهطلب منه بقى طلب آآ ظريف كده. حلو. هعمل الاول في شات جي بي تي. ابلود. لملف الاكسل. طبعا انا مشترك في النسخة المدفوعة. بحيث لو. لو انت بتستخدم شات جي بي تي بالنسخة الفري. في الغالي مش تعرف تعمل الابشن ده. او ترفع له ملفات. انا رفعت له هنا ملف الاكسل. هو الراجل اوتوماتيك يعني يقرى للملف على طول. وفي نفس الوقت عمل تطوع يعني. تمام? اعمال لي اعادة صيغة للجدول بيكتبه من جديد يعني. فبيقول لي انت عايز تعمل بقى. انا دلوقتي خلاص انا معايا ملف الاكسل لهوة. عايز تعمل ايه? اقول له تشوز. تن نيمز. رانضم لي. اختار. يبقى ايه? عشر اسماء بشكل عشوائي. وادوس انتر. هو اوتوماتيك هيدخل جوه الملف وهيديني عشر اسماء. اه انا هكبر الاسكرين كده. حيث بس تشوفوا الاسماء. فهو هنا اختار عشر اسماء. مبروك يعني. اه مهندس مصطفى محمود. محمد سيد. ردوة. ابل قاسم. اسلام جمال الدين. اسلام محمد. محمد اس مفتاح. احمد. البيهيدي. اه واحمد جويفل. تقريبا ده كان مشتريك معنا برضو في المبادرة. بتاعة التدريب الطلبة. اعتقد دي تاني مرة يفوز معنا بالكورس مجاني يعني. او تالت الكورس. يوسف صابر. ونرهان شهين. فدول عشر اسماء. اه يعني الف مبروك ليهم. واي حد منهم هنلاقيه مش مطبق الشروط. فانا آسف يعني هتطر ان انا اشيله من ان هو يفوز بالكورس. اه انا هعمل برضو بوست دي الاسماء هنا. عشان انتبقوا ايه. اه عارفين اسماء الفائزين برضو. انتم معي برضو الصورة. تمام. دو الاسماء البش مهندسين اللي فايزوا. مطلوب منكم ايه? مطلوب ان انت تدخل على موقع بيت المهندسين. مطلوب تدخل على موقع بيت المهندسين. اه تعمل حساب. تنشئ حساب. وبعد كده تبعت لي انا شخصيا على آآ لينكد ان. تبعت لرسالة. ان انت عملت الحساب بانهي ايميل بالضبط. هبعت لك آآ رابط الجروب آآ اللي احنا عملنا له انشاء على آآ لينكد ان. هبعت لك رابط الجروب. وآآآ تشترك في الجروب معنا. وبعد ما تعمل الحساب هدف لك الكورس. ونبدأ بقى ان شاء الله انتابع مع بعض. ده الجروب ده هيبقى جروب عام لكل الناس حتى لو مش مشترك معنا في الكورسات. في جروب تاني على التليجرام. هعمل له انشاء. ده هيكون متابعة شخصية للناس اللي اسمقها هتقالت دي. اه بلوس اي حد اشترك معنا في كورس الريفت اشتراه من على الموقع او اشترك فيه بفلوس. هيتضاف لنفس الجروب اللي هو جروب التليجرام. ده هيبقى جروب مغلق. للناس المشتركة معنا بس على موقع بيت المهندسين. وآآ مجرد ما تخلص الكورس بتاعك مش هتتشال من على الجروب. هتفضل على جروب التليجرام زي ما انت. تقدر تسأل. ده نقدر نقول عليه دعم فني مدى الحياة زي ما بيقوله. لكن الكورس على الموقع ما قدرش هفتحه لك مدى الحياة. هو ليه مدة محددة. الناس اللي فازت معنا هتاخد ثلاث شروط. آآ سوري ثلاث شهور. هتاخد ثلاث شهور. وبعد الثلاث شهور الكورس هيتشال من حسابها. وفيه حاجة عايزة اكد عليها وانا اكدتها في البوست بتاع المسابقة. محدش آآ يقول انا والله هسجل الكورس او هحاول عمله ده ولود وهنشره آآ عشان العلم مش حكرة على حد يعني بلاش نخش في جدال في الجزئة دي. لاني ده آآ مجهود. وانا بنشر حاجات ببلاش. وحنا كابتة المهندسين بيردي كورسات ببلاش. لكن احنا مش سامحين تماما ان اي حاجة من المادة العلمية بتاعتنا يتم نشرها على الانترنت بدون علمنا وبدون موافقتنا حتى لو انت شاريها بفلوسك. لو اشتركت معنا في كورس وشايف ان هو من حقك تسجله عشان تدافع فلوس. لأ. اتراسل معنا. بنرجع لك فلوس الكورس كاملة. لكن ما تقول شي على دافع فلوس. فمن حقي ان انا اخد الكورس. وصاحبي مش معا فلوس. فمن حقي ان انا ادي له الكورس مش من حقك خالص. ما فيش حد من حقه يعمل نشر الكورسات بتا المهندسين تحت اي مبرر. ادل نفسك بقى المبررات من هنا لبكرة. العلم مش حكرة على حد. زكاة العلم نشره. اعمل اي مبرر يعجبك احنا مش سامحين بكده. احنا بنشر العلم اللي احنا نقدر ننشره مجانا بنشره. الكورسات اللي نقدر نديها مجانا تحت اي فرصة. منح التركات للناس مجاني. لكن ما تقولش انا هنشر الكورسات اللي احنا منعين تسجيلها او منعين نشرها. المدفوعة تحت اي مبرر. اه يعني مبروك للي فازوا. واي حد ما فازش معايا ان شاء الله يعني نعمل تاني اه نشر اه للكورسات مجانية تانية ومسابقات تانية. اه وانا هنشر تاني الاسماء في الكومنت لان هي نزل بس متغبطة. فهاعمل لها نشر دلوقتي اه تاني. بس اه وان باي وان يعني. تمام? او اه بحس يعني يبقى ايه? اه معنا متفرقين يعني عشان هم يدخلوا كلهم في بعض في الكومنت يعني. دي كده الاسماء اللي فازت. وهتفضل برضو معايا بحس اتابعهم. وزي ما قلت لك وهتعملوا حساب على موقع بتا المهندسين. وبعد كده تبعث لي اه الايميل بتاعك اللي سجلت به على الموقع عشان ابعت لك رابط جروب التليجرام. وانتبع ان شاء الله ما بعد الكورس وانا اخد كده الخطوات واحدة واحدة لحد ما اتعلم الريفت. وكان اتعلم الريفت فاميليز. وان شاء الله الخطة كبيرة ان احنا نكمل باقي برامج اه اوتو ديسك الخاصة بمجال البيم. في يعني تابعوني باستمرار وان شاء الله يبقى فيها استفادة. اه انا كنت مبسوط ان انا كنت معاكم النهاردة. وده تقريبا اه اطول لايف في حياتي انا طلعته. اه ان شاء الله يبقى في وقت نطلع كده ندردش مع بعض في حاجات تانية ونتكلم اكتر على البرامج الخاصة بمجال البيم. و البيلدينج برفورمانس اناليسيز زي برنامج او الانيرجي بلاس للناس اللي شغالة في المجال. او برامج زي الديزاين بيلدر اللي هي بيزد على الانيرجي بلاس برضو. وان شاء الله يقف في استفادة واحاول ادخل الناس معايا في المجال بروفيسورز وناس يعني تقيلة في مجال البيلدينج برفورمانس اناليسيز الفترة الجاية ان شاء الله. نشوفكم على اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.